في نهاية مارس 2015 فرضت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح حصاراً على مدينة تعز من كل الجهات ولم ينتهي نفس العام حتى كانت نصف المدينة بيد الحوثي وهو ما دفع أبناء المدينة لتكوين مقاومة شعبية استطاعت بإمكانياتها المحدودة تحرير أجزاء من المدينة وفك الحصار عنها بشكل جزئي في مارس 2016 في نفس الشهر وحتى أغسطس من العام نفسه فرضت الإمارات بدعم سعودي حصاراً آخر على المدينة وهددت حينها وحدات من اللواء 35 بالقصف الجوي عندما قررت التحرك للمشاركة في فك حصار ميليشيا الحوثي على المدينة كان الهدف من حصار التحالف لتعز تاخير عملية تحريرها من أجل إحداث اختراق داخل نواة الجيش الوطني المتشكل بالمدينة وكانت النتيجة تاسيس كتائب أبو العباس التي حظيت بدعم عسكري ومالي ولوجستي واسع النطاق ونجحت سياسة التحالف في تفجير الوضع الأمني متسببة بمقتل وتشرد المدنيين ساهمت تحالف السعودي الإماراتي في إطالة حصار ميليشيا الحوثي لتعز ولم يقدم أي دعم اقتصادي حقيقي لها بل إنه تعمد فصل المدينة عن مينائها الساحلي بتسليم المخى لميليشيا طارق بالتوازي مع توطين أبو العباس في الكدحة بريف تعز وهو ما أكمل الحصار الاقتصادي على المدينة وبعد أكثر من أربع سنوات لا تزال تعز تعيش حصارين من قبل ميليشيا الحوثي والتحالف حيث يحاصل الحوثي مداخل المدينة الشرقية والشمالية بينما تقبع المخى خارج نطاق الشرعية في الوقت الذي تلغم فيه الطرق الريفية بين تعز وعدن في خطة إماراتية تهدف فيها إلى استكمال حصار المدينة أو فصل الحجرية عنها وهو ما يستدعي تحركا عاجلا من الشرعية قبل أن يتكرر سيناريو عدن في تعز ترجمة نانسي قنقر